مجلس بلدي الجنوبية المشاكل التي تتعرض لها حديقة خليفة الكبرى لافتين إلى أن تكلفة صيانتها تصل إلى مائتي ألف دينار بحريني حيث أن هذه القيمة تعد الأعلى من بين الحدائق لذلك ارتأى المجلس فرض رسم رمزي لدخول الحديقة خلال الفترة المسائية تم استثناء منه المتقاعدين وذوي الإعاقة عندنا الحديقة كلفة الدولة من الملايين وتصرف البلدية سنويا لصيانتها حوالي مائتي ألف دينار سنويا وهذا مبلغ مبالغ فيه وكبير جدا مثل ما بين مدير عامل البلدية أنه ممكن ننشئ حدائق أخرى بهذا المبلغ فكان واجب علينا أن نحافظ على هذه الحديقة واللي قامت به الإجراءات البلدية اللي قامت به الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي حاليا أنه فرض رسم رمزي يكون لكل شخص مبلغ 300 فلس للدخول وهي طبعا يعتمد على الموافقات التي تكون من قبل الوزارة والجهات المعنية وبعد ذلك بحث المجلس فكرة حماية سواحل الجنوبية وذلك بتضمين مائة متر لكل شاطئ كمتنفس للأهل وأن لا يتم التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه كما هو معمول به في الدول المجاورة والمقترح عبارة عن الحفاظ على الساحل وأن يكون له ما يقل عن مائة متر كحرم للمنفع العامة لأهل البحرين مثل بلاج الجزائر لو أنشئ عليه مشاريع خاصة أو مشاريع أخرى مثل ما ذكروا أنه سيكون من 40 إلى 60% للمنفع العامة من جانب آخر تمت الموافقة على طلب اللجنة الفنية بشأن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في المساجد والمصليات مع توفير متطلبات واحتياجات المعاقين لتيسير قيامهم بالشعار الدينية مع مراعاة هذا الأمر أن تتصميم المساجد الجديدة يعني ذوي الاحتياجات الخاصة أخواننا وأبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة بخدمات بهذه المساجد نرى كثير من المساجد التي دخول إليها عن طريق السلالم لا يوجد بها مثلا المنزلق للكراسي المتحركة عندنا حتى دورات المياه عزاكم الله غير مخصصة لدوي الاحتياجات الخاصة ألزام وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن تفرض على الأوقاف السنية والجعبارية والشؤون الإسلامية عامة في حال إنشاء أي مسجد أو دور عبادة يجب التطرق إلى هذه النقاط بعد ذلك استعرض المجلس المشاريع التي تقدمت بها وزارة البلديات والتخطيط العمراني للجلس لإبداء رأيهم فيها كما توافق الأعضاء على إنشاء فرضة في منطقة الدور بالإضافة إلى إنشاء بوابة رئيسية لمنطقة الرفاع أسوة ببعض المناطق خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين